السلام عليكم. في كتير من الناس بيحسوا ان الحياة ما عندها معاهم. وبتمشي عكس ما هم عايزين. وده عشان احنا مش عارفين احنا موجودين هنا ليه. لو قعدت سألت كل واحد انت ليه موجود في الدنيا هيقول لك عشان خطر العبادة نعبد ربنا. طب ايه هو مفهوم العبادة? هتلاقي كل واحد فيهم بيقولك كلام مختلف تماما عن التاني. وممكن احيانا تلاقي شخص تايه ومش عارف هو يرد يقول ايه بالزبط. في الحقيقة احنا موجودين هنا في الحياة عشان نتطور روحيا. او ان احنا نرفع من مستوى عينة. قبل ما نيجي عن الحياة احنا عبارة عن كائنات روحية. وعشان ننزل تجربة ارضية لازم يبقى عندنا جسد مادزي. فالحقيقة ان الكون كله بيشتغل لصالحنا مش ضدنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. كل الاحداث والظروف اللي احنا بنمر بيها وبنفتكرها هي عكسنا او ان الحياة ضدنا هي الهدف منها ان احنا نتشافأ من قلمنا. نتصالح مع الاجزاء اللي احنا مش متقبلينها جوينا. وان احنا نفهم انفسنا اكتر. اه ونتطور ويبدأ وعينا يعلى. ونخرج من كل المستويات الوعي المنخفضة. على حسب مقياس الوعي البشري لديفيد هواي كينز. المستويات الوعي المنخفضة اللي هي الاحكام وعدم التسامح والانانية والحقد والغيرة والرفض. كل دي مستويات وعي منخفضة. لما احنا بنتعلم الدروس من الاحداث اللي بتمر بينا ونفهمها ونبدأ نتصالح مع انفسنا ونتقبلها ونشفي آلمنا. بنبدأ نتدور في وعينا. بعدها بنبدأ نحس بالاستقرار. بعد كده وعينا بيعلى اكتر. بنبدأ ندور على رسالتنا في الحياة. او الشغف. ايه الحاجة لما بنعملها بنحس بسعادة. بنلاقي نفسنا فيها. بنبدأ نعرف انفسنا اكتر. نكتشف مواهبنا. بنبدأ ننمي نفسنا اكتر واكتر. فده بيخلينا بعد كده نمسك التريك الصح. يخلينا ان احنا نبدأ ان الحياة تمشي لصالحنا. الظروف والاحداث والاشخاص كل شيء بعد كده بيبدأ يساعدنا. وببقى مسخر لنا. وعشان نحن نحقق هدفنا اللي احنا جينا علشانه. وهو ده معنى الخلافة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن. آآ يارب يكون محتوى الفيديو مفيد لكم.